لجان الدفعات كلية الصيدلة وعزمنا أن نحسن سعيا لو ما فهمناها الدكتورة كانت بعثت لكم ملف في 15 سلايد هذا الملف أنا ما رح أشرح عليه أنا رح أشرح على ملف أبو 50 سلايد وحرجع لكم على الملف الثاني وأقول لكم أن كل المعلومات اللي فيه تم ذكرها هذا الملف نفس المضمون لكن بصور أكثر بتوضيحات أكثر وبتباعد كلام أكثر عشان نكون فاهمين نفس الوقت اللي رح نأخذه بشرح هذا كنا رح نأخذه بشرح هذاك لا تقلقوا طيب شو يعني gene expression يعني تعبير جيني شو يعني تعبير جيني يعني messenger RNA أو protein messenger RNA كنت بحصل عليه من عملية transcription والبروتين كنت بحصل عليه من عملية translation إذن التعبير الجيني هذا بده يطلع لي functional unit سواء mRNA أو protein بداية نحكي عن إشي بنسميه cis acting protein و trans acting protein بالorganic أنتو أخذتو كلمة cis معناها نفس و trans معناها عكس في البيوكم أنا بدي أقولكم أنه cis معناها نفس نفس أنه بروتين معين يتصنع في مكان وتم استخدامه واستهلاكه في نفس المكان trans عكس أنه بروتين معين تم تصنيعه في مكان وتم استهلاكه في مكان آخر طيب أنواع الجين الجينز ممكن يكون هذا الجين أنا بحتاج أن أعمله expression طول الوقت أو كثير أو أنه يكون هذا الجين expression أنا بحتاج أعمله expression أو أنه يكون هذا الجين أنا بحتاج أعمله expression في أوقات معينة الجين اللي أنا بدي أعمله expression طول الوقت بدي أسميه constitutive أو housekeeping هس البنات عندهم مهمة البيت مهمة تنظيف البيت يعني هي constitutive دائما بيعملوها في الصبح والمساء وبس يرجعوا من الجامعة وإلى آخرهم هم بيقوموا بعملية housekeeping يعني زي خدمة المنازل housekeeping constitutive فعملية housekeeping هي constitutive دائما في تصنيع دائم في تصنيع دائم النوع الثاني من الجينز هو أنا بصنعه وقت الحاجة أو بعمله expression وقت الحاجة فاسمه regulated regulated في عندي عليه regulation معين والregulation إما أنه بيكون express يعني أني أنا قاعد بصنع أو repress أني بثبت ما بدي إياه express أني بزيد تصنيعه repress إني ما بدي إياه ما بدي أصنون طيب هذا الإشي حكينا عنه الregulation of gene expression هسا خلينا نكون متفقين أنه أنا بداية الموليكيول الأهم عندي اللي ببلش فيه expression هو dna dna هو اللي بعمله transcription transcription بصنع mrna والmrna أنا بصنع منه بروتين فالبرايمرين موليكيول اللي أنا ببلش منه هو الديوكسي رايبون يوكليك أسد الريجوليشن للجين expression بصير على dna ولا mrna بصير على mrna هو dna just a molecule dna just a molecule أنا بلشت منه عملت منه mrna إذن العملية اللي أنا بتحكم فيها هي transcription هي عملية تصنيع mrna ف regulation of gene expression primary at the transcription اللي هي rna synthesis وهي العملية أصلاً بتتم وين بتتم في البروكاريوط وبتم في اليوكاريوط فأنا عندي transcription is a primary level of regulation بتصير في البروكاريوط واليوكاريوط في the same manner طيب ناخذ إشي بنسميه positive and negative regulation حكيانا أنه الجين ممكن يكون هذا الجين constitutive اللي بسميه housekeeping أو أنه يكون regulated هسا regulated ممكن يكون positive يعني express أو يكون negative repress طيب شو يعني إذا كان regulation positive إنه أنا عندي بروتين معين إذا ارتبط في مكان معين بيصير عندي بيصير عندي more and more خلينا نحكي يعني more and more production وال negative في عندي بروتين معين إذا ارتبط في مكان معين بيصير عندي suppression لهذا البروداكشن بيصير عندي عدم إنتاج عشان تتوضح الصورة أكتر طلعوا معاي هون لما أحكي positive regulation عندي بروتين معين وهذا البروتين أنا بدي أسميه activator سيكم من أسماء الأشياء هذا البروتين المعين ارتبط في مكان معين فصار عندي transcription شو يعني إنه ارتباط البروتين بعملي production طيب نفترض إنه هذا ال activator هذا البروتين مش موجود عندي في حال غيابه ما بيصير عندي production يعني وجوده يلزم خلينا نحكي هان على مستوى transcription إذا كان عندي هذا البروتين بيصير transcription ما كان موجود ما في transcription هذا ايش بنسميه positive regulation on the other hand في عندي negative regulation negative regulation إنه في عندي بروتين معين إذا كان موجود فهو رح يلغي العملية اللي بدها تسير فإذا كان كنا نحكي مثلا عن عملية transcription كان هذا البروتين موجود وارتبط في مكان معين بغض النظر إيش هذا المكان فارتباطه رح يعمل لي suppression لل transcription طب عدم وجوده عدم وجوده رح يكون الوضع طبيعي في عندي transcription ماشي وكل هاي الأمور فهذا بسمي negative regulation فالبروتين هذا اللي بيرتبط وبثبط لي العملية اللي بدها تسير أنا بسميه repressor repressor عمل repressing عمل preventing for the process والبروتين اللي بده يعمل لي positive regulation اللي هو بده يعمل لي activation بده يعمل لي proceeding لهاي العملية بسمي activator خلاصة وجود activator أو غياب repressor رح يعمل لي proceeding للعملية خلينا نأخذ العملية هان إنها transcription on the other hand غياب activator أو وجود repressor رح يعمل لي suppression وما رح يعمل suppression يعني العملية will not proceed إن شاء الله إنها تكون واضحة تذكروا لما كنا نحكي عن التranscription عن RNA synthesis حكينا إنه في عندي RNA polymerase RNA polymerase تذكروا شو كان تكوينه كان بيتكون من sigma factor and the core enzyme كان لازم sigma factor تيجي ترتبط في مكان معين وإذا تبطط في هذا المكان المعين بيجي الكور enzyme بيرتبط فيها وبيبدأ عملية التصنيم حسا بغض النظر إنه كان هاي sigma factor هي عبارة عن recognition unit هي بتتعرف على البروموتر ومن عندها بتبلش لكن يعني خلينا نحكي كان في عندي factors اللي هي initiation factors وجودها بيخلي ال polymerase enzyme to build RNA molecule طيب زي ما حكينا إنه regulation هو عبارة عن cis أو trans في عندي عملية هان بدي أحكي عنها cis يعني اللي بروتين تصنع في مكان وتم استخدامه في هذا المكان trans إنه البروتين تصنع في مكان واستخدم في مكان ثاني هان لما بحكي أنا عندي transacting molecule في مثال إنه transacting molecule تصنع on chromosome 6 and have been transcribed a gene on chromosome 11 هذا نوع معين من الجينات تسبب في تصنيع بروتين هذا البروتين راح أثر بس ما أثر على نفس الكروموسوم اللي تصنع فيه يعني هو تصنع جراء chromosome 6 وين أثر في chromosome 11 هذا أنا بسمي transacting بروتين تصنع في مكان وخيره مد لبرة ما استفدت منه في نفس الكروموسوم فهين بسمي أنا trans trans من transit يعني transmit أو transit transmit إنه يعبر لا transit يعني انتقل طيب كان negative affect gene expression ممكن يكون negative ممكن يكون positive هذا الإشي إحنا متفقين إنه البروتين اللي بتصنع إما يكون activator إما يكون ريبرصر تمام لهون تمام طيب السيس элемنت بنشوف السيس acting элемنت بنشوف إنه هو تصنع في مكان ما على هذا الكروموسوم وتم استخدامه برضه في أثناء العملية على نفس الكروموسوم يعني كان عندي DNA عملت له transcription صار mRNA الر RNA هذا بدي يصنع البروتين حسب الترانزليشن اللي أخذناه في المحاضرة السابقة طيب بعدين صار بدي أنا regulation معين على DNA نفسه اللي صنعت منه هذا البروتين مين بستخدم نفس البروتين اللي صنعته فالبروتين تصنع ولما احتجته مرة ثانية استخدمته في نفس الكروموسوم أو على نفس الـ DNA اللي أنا صنعت منه مرارا وتكرارا إن شاء الله إنها تكون واضحة طيب البروتين transcription هذا الإشي حكينا عنه إحنا تمام تمام البايندينج للبروتين to DNA is through structural motifs المتفز هاي يعني إنه الارتباط البروتينات على الـ DNA يعني هي بدها تعمل لشكل معين بدها تعمل لregulation معين فهي بتعمل structural motifs بتغير الشكل بتعززه بتخليه مختلف اللي بدكم إياه طيب في عندي أمثلة زي ليوسين زبر helix turn helix والبروتين or zinc figure نشوف أشكالهم هاي zinc figure في عندي ضرة zinc هاي هان عندي ليوسين زبر بهذا الشكل بتكون عندي helix turn helix هاي هي helix turn helix هاي helix هاي turn وهي helix فهذول الأشكال اللي ممكن يعمل الباين دي غف البروتين إلها structural motifs بعمل فيهم regulation هاي هذا مرة ثانية شكل زد زد زن 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 ويش سمينا كمان سمينا ب بروتين figure بروتين طيب طيب الريجوليشن اندي في البروكاريوتس بعمل transcription بعدين المستخدم أنا بروح بعمل منه بروتين في اليوكاريوتس كنت أعمل المرنة بعدين أعمل post transcriptional modifications فهين عمليتين عشان أطلع MRNA أقدر أستخدمه في الترانزليشن طيب نيجي للترانزليشن أنا كنت باستخدم المرنة في البروكاريوتس بيعمل بروتين البروتين هذا خلص يتم استخدامه طيب في اليوكاريوتس لا كنت أعمل بروتين بعدين أعمل برضو كمان post translation modifications فهاي الأشياء بتخليلي الريجوليشن بين البروكاريوت واليوكاريوت في اختلافات طيب في عنا دراسة أجريت على البكتيريا اللي إحنا يعني قرفناها من قد ما اشتغلنا عليها إشيريشيا كولاي إي كولاي هاي الدراسة قاعدة بتحكي عن يعني تناسق عجيب في هاي البكتيريا حسا بنعرف أنه بعض أنواع البكتيريا هي بتستخدم السكر كمصدر للغذاء تمام تمام بعض أنواع البكتيريا اللي بتستخدم السكر للغذاء هي بتفضل تتغذى على الجلوكوز سكر أحادي بيعطيها الطاقة البدهية وأي سكر ثاني ممكن يغلبها شوي يعني الإنزيمات اللي عندها بتقدر إنها تحلل الجلوكوز والوضع تبعها ممتاز فالإشيريشيا كولاي من هاي من هاي البروكاريوتس من هاي الأنواع من البروكاريوتس طيب الإشيريشيا كولاي إي كولاي بتستخدم الجلوكوز كمصدر للغذاء طب هل ما بتستخدم إلا الجلوكوز لا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلق إشي عبث إذا هاي البكتيريا ما لقيت الجلوكوز فهي راح تموت طب أنا ممكن أستفيد منها في عمليات حيوية واتفر فلازم يكون إلها مصدر غذاء ثاني فهي بتستخدم برضو اللاكتوز كمصدر للغذاء بس كمصدر للغذاء شو كمصدر للغذاء غير مباشر عشان يعطيني الجلوكوز بنعرف إنه اللاكتوز يتكون من جلوكوز زائد جالاكتوز هذا الإشي اللي بيخليني إذا كان عندي لاكتوز أنا بستخدمه بكسره وبيعطيني جلوكوز إذن مثلا مثلا هسا أنا لو عندي دكتور بيعطيني المادة بسهولة ويسر وبيعطيني بس الإشي اللي 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 مطلوب مني أنا بروح بحضر له طب افرض هذا الدكتور مش موجود وفي دكتور ثاني بيعطي أشياء زيادة بس ما فيش غيره فأنا بروح بحضر للدكتور هذا اللي بيعطي أشياء زيادة بس ما فيش غيره بحاول أتكيف معاه عشان أحصل على المادة اللي هي بدون زيادات المادة المطلوبة مني بدون زيادات نفس الموضوع في اللاكتوز في جلوكوز حيا الله فيش جلوكوز في لاكتوز فأنا يعني بروح باخذ اللاكتوز بكسره لغلوكوز كالاكتوز وبستخدم لغلوكوز طيب الموضوع هان إيش بيصير إنه في عندي في هاي الإيكولاي جينات مسؤولة عن تصنيع بروتينات تستخدم اللاكتوز في عملية الجين إكسبريشن في البروكاريوز أنا عندي إشي بسميه أوبرون هذا أوبرون يعني هو المختص في عملية في العمليات خلينا نحكي الميتابوليك متابوليك عمليات أيضية فالأوبرون هال هو سيكونس معين من الجينات مترتب على الكروموسوم تبعت الإيكولاي بيقولي إنو والله أنا بحتاج أصنع إنزيمات معينة عشان أستغل اللاكتوز ولا مش محتاج واصلة واصلة أكيد الإيكولاي عندها طريقة تعرف إذا اللاكتوز موجود أو اللاكتوز موجود وإيش بحتاج أعمل عشان أقدر أعيش صح صح طيب هس الأوبرون زي ما حكينا هو يعني مجموعة من الجينات مترتبة وربعض على الكروموسوم تبع الإيكولاي وخلينا نحكي بشكل أعم على الكروموسوم تبع البروكاريوتس مش موجود في اليوكاريوتك سلز مش موجود في الريجوليشن تبع اليوكاريوتس تمام تمام هذا الأوبرون طبعا الأوبرون واللي بيتبعه الإنزيمات هاي هي سيس أكتنج بروتين الجينات هاي هي سيس أكتنج إليمانس إيش يعني سيس يعني إنها تصنع بواسطة هذا الأوبرون ويتم استخدامها في نفس المكان على نفس الكروموسوم طيب البروكاريوتك أوبرون جين تيرت on or off as a unit إيش يعني خلينا نشوف صورة هذا هو الأوبرون هذا هو الأوبرون تبع لبروكاريوتك سيلز برو طيب بنشوف إنه الأوبرون هذا مش عليه يعني هذا الأوبرون عليه مجموعة من الجينات مجموعة من السيكونسز المعينة ترتيب جين معين هاي أكتر من جين هدون طبعا هذا بيختلف إحنا بنحكي هان عن الأوبرون اللي هو لاك أوبرون لاك اختصار للاكتوز حكينا إنه مرتبط بعملية أيضية معينة يعني مثلا لاكتوز مثلا تريبتوفان يعني هاي الأمثلة مثال لتريبتوفان موجود في الكتاب لكنكم غير مطالبين فيه لاكتوز يعني هي عملية أيضية لللاكتوز عملية أيضية تحطي من لاكتوز طيب شفنا إنه الأوبرون هو سيكونس معين من الجينات متتابع وراء بعض وحكينا إنه الأوبرون can be turned in أو turned on or off as a unit يعني إذا عندي حاجة إني أصنع إنزيمات متعلقة في اللاكتوز فأنا رح أصنع كل هاي الجينات طب إذا ما عندي حاجة رح أثبت عمل كل هاي الجينات فالأمر متعلق إنه الأوبرون يصنع ككتلة واحدة ويثبت ككتلة واحدة يعني كل الجينز هذول الجين بيعطيني بروتين والبروتين بيعمل لي مهمة معينة فإذا عندي اللاك أوبرون turned on فهو رح يعطيني كل الجينات يعني بالتالي كل البروتينات طب كان turned off فهو ما رح يعطيني كل الجينات بالتالي كل البروتينات فهو إما كله وإما ولا إشي زي ما حكينا إنه الأوبرون بيشتغل كوحدة واحدة كل الجينات تصنع كل الجينات تثبت بما إنه الأوبرون هو عبارة عن سيكوانس معين فلازم يكون له operator operator يعني إحنا خلينا نحكي مثلاً إنت بتستخدم iPad فهذا إلو operation system نظام تشغيل فإذا نظام التشغيل هذا اشتغل فإنت رح تقدر تكتب على برنامج النوتس وتقدر تسمع مخاضرات وتقدر تحضر يوتيوب لكن إذا ما اشتغل بتلاقي ال iPad عيد وإنت بطلت تدرس ويعني ما فيه أي إشي من عملية الدراسية تمت فالأوبرون بيحتاج operator والoperator هو DNA CS sequence أو segment خلينا نحكي بتنظم activity للأوبرون ككل يعني إذا اشتغل شغل كل اللي اللي بعده وإذا تثبت ثبت كل اللي بعده تمام لهون فيه سؤال ممكن يخطر ببالكم هل بس الإيكولايب تتغذى على الليجلوكوز واللاكتوز مش بالضرورة بس العلماء هم درسوا الليجلوكوز درسوا اللاكتوز وشافوا هاي التغييرات ممكن يكون منكم إن شاء الله علماء في المستقبل يعني يكتشفوا أشياء جديدة بخصوص هذا الموضوع نعيد سريعا إنه أنا عندي يعني sequence معين من الجينات بيتحكم في عمليات أيضية معينة في metabolite processes معينة من هاي يعني من هذا sequence أنا سمعته أوبرون وفي عندي في الإيكولايب اللي قاعد بدرس عليه هو لاك أوبرون لاكتوز أوبرون في هذا أوبرون في عندي أوبراتر الأوبريتر بيشتغل على الأكتيفتي لهذا الأوبيرون ككل طيب بما إنه الأوبريتر بيشتغل على الأكتيفتي فهو ممكن يكون عنده أب ريجوليشن يعني عفوا بوزيتف ريجوليشن أو نيكتف ريجوليشن هيك إحنا حكينا في البداية طيب هل هو عنده بوزيتف ريجوليشن ولا نيكتف ريجوليشن نرجع شو معنا بوزيتف ريجوليشن بوزيتف إنه لازم يكون عندي أكتيفيتر عشان يعني عشان يتم هاي العملية عملية التصنيع عملية الترانسكريبشن وال البروتين البروداكشن طيب وإيش يعني نيكتف ريجوليشن نيكتف ريجوليشن يعني لازم يكون عندي فيه موجود طول ما هو موجود مش قاعد بتتصنع إذا شلت الربريسر فأنا رح يصير عندي تصنيع أو بروسيدنج لهاي العملية من رأيكم ومن خبرتكم حكينا إنه الإيكولاي بس بتتغذى على لغلوكوز في حال موجود في حال مش موجود هي بتلجأ لطرق ثانية حكينا عن اللاك أوبيرون إنه هو بيتشغل في العمليات الاستثنائية خلينو نحكي فهل برأيكم إنه اللاك أوبيرون هو بوزيتف ريجوليشن ولا نيكتف ريجوليشن الحقيقة إنه اللاك أوبيرون هو نيكتف ريجوليشن شو يعني نيكتف ريجوليشن إنه بيكون عندي موجود على الأوبيريتور طول ما هو موجود ما في عندي ترانسكريبشن وانس إنه أنا قدرت أشيله فراح يصير عندي الترانسكريبشن لهاي الجينات عشان أقدر أستغل اللاك توز إن شاء الله إنكم تكونوا فاهمين مهم الفهم في هذا الشابطر فاللي بيصير إنه أنا عندي هاي الأوبيرون ككل عليه الأوبيريتور هان هان الأوبيريتور ففي عليه ريبريسور الريبريسور بدكم تحسوه زي كإنه إله مخالب هيك موجود وبمنع الار ان اي بوليمراز إنه يجي يرتبط طيب هذا ريبريسور وانس إنه صار عندي بريزنس لللاك توز فأنا رح أثبت عمل الريبريسور وراح يصير عندي بروسيدنج لهاي العملية اللي هي عملية الترانسكريبشن تمام لحد هون تمام بيقول لي إنه الريبريسور هو باوندد إز باوندد للأوبريتر طول ما هو طول ما هو باوندد فالار ان اي بوليمراز ما رح يقدر يجي يرتبط ويعمل لي ترانسكريبشن فما عمل لي ترانسكريبشن فش ام آر ان ا فش ترانسكريبشن طيب إذا أجاني انديوسر الانديوسر هذا هو وجود اللاك توز وجود اللاك توز هو انديوسر انديوسر لإيش إنو والله أنا يعني بطل عندي غلوك توز طيب شو بدي أعمل بما إنو في عندي انديوسر وما في غلوك توز فأنا لازم أعمل البروتينز اللي بتقدر تستغل اللاك توز فعشان هيك اللاك توز وجوده بيثبت لعمل الريبريسور وبيعمل بروسيدنج لهاي العملية اه 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 اوبراتر از نت باوند الريبريسور فالار ان اه بوليميريز راح يعمل الترانسكريبشن ويعمل بروتين كودينج تمام لهون تمام اللاك أوبرون اللاك توز أوبرون يتكون من ثلاث مناطق رئيسية وهذول الثلاث مناطق الرئيسية على الترتيب لاك 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 زي لاك اه هذول المناطق هي عبارة عن جينات كل واحدة فيهم هو جين اذا كل واحد فيهم هو جين فالعملية راح تصير انه كل جين بعطني بروتين من تفقين على هاي النقطة هذا جين هذا جين هذا جين هذول الثلاث جينات هم بنفس التتابع هذ على الاوبرون اه على الاوبرون طيب لاك اوبرون في ثلاث جينات هذول الجينات هم يعني هم اذا تصنعوا بيعملوا البروتين اذا العمل منهم ام ار ان ا بيعملوا البروتين طب نحنChna قبل شوي حكينا انه اللاك اوبرون عليه اكتر من أكثر من جين يعني عندي هان جين وعندي هان جين وهان جين وهان جين الجينات هاي إذا تصنعت إذا عمللها ترانسكريبشن راح تعملني بروتينات فعندي ثلث مواقع مهمة اللي هم لاك زي لاك واي لاك اي إذا تصنعوا راح يعملوني بروتينات بروتينات تساهم في عملية اللاكتوز ميتابوليزم لازم نعرف كل جين من هذول إيش اللي بروتينات اللي بديو يعمله اللاك واي بيعملي بير مياز طب إيش يعني بير مياز بير مياز إحنا بنعرف أنه بير ميت معناها أنه يعني يدخل أو ينتقل إيش زي هيك طيب بير مياز أنه حسن الدخول حسن دخول شو؟ حسن دخول اللاكتوز لجوة الخلية البكتيرية لاك زي بيعملي بيتا جالاكتو صايداز بيتا جالاكتو صايداز هذا البيتا جالاكتو صايداز يعني أنه راح يستخدم اللاكتوز ورح يعملي إلو هيدروليسز يعطيني جلوكوز و جالاكتوز إذن نعيد لاك Y بيعملي بير مياز البير مياز بيسهلي دخول اللاكتوز من بره الخلية لجوة الخلية عشان يتم استخدامه بيتم استخدامه بواسطة البيتا جالاكتو صايداز وهذا بيعملي هيدروليسز لللاكتوز الهايدروليسز لمكونات اللاكتوز الأساسية شو هي جلوكوز و جالاكتوز لاك A احنا عارفين ايش البروتين اللي بيعمله بس ما بنجهل وظيفة هذا البروتين فاسم البروتين اللي بيعمله ثايو جالاكتو صايد ترانز أسيليز ثايو جالاكتو صايد ترانز أسيتيليز خلينا نشوف فيديو وهذا الفيديو بيوضح لنا اشي يعني اللي اخذناه حسا طيب هسا الايكولاي احنا حكينا انه الاوبرون تباحها هو مثال على inducible set of genes في عندي sets of genes اللي هم لاك Z لاك Y لاك A هذول ال inducible genes ممكن يسر لهم ترجمة ممكن ما يسر لهم ترجمة حسب ارتباط الoperator في الربرسور هاي اشياء بدو يستخدمها هوا في الانيماشن فقاعد بيوضح لنا فيها طيب بداية هي عندي الايكولاي الايكولاي في حال نقص اللي جلوكوز عنها في حال وجود اللي جلوكوز انا عندي الريبريسور مربوط في الاوبرون هاي زي ما انتم شايفين مربوط فيه بمنع البوليميريز ييجي ويرتبط ويبلش ترانسكريبشن طيب وانس ان هذول اللاكتوز اجر طبطوا في الريبريسور عملو inducing حفزوه انه هو يعمل releasing انه يبطل موجود ايش اللي اجا ايه بوليميريز بوليميريز هيعمل لي mRNA ال mRNA هذا يحتوي على الثلاث مناطق اللي حكينا عنهم لك زد لك واي لك اي فانا عندي هان انتجت ال mRNA بعدين انتجت البروتين حسا البروتين حسب كل منطقة حكينا انه اللاك زد بدي يعطيني البرمياز واللاك واي بدي يعطيني البيتا ال galactosides فهاي قعد بترجم فيهم واعطاني هاي الانزيمات هاي البروتينات خلينا نحكي هاي البرمياز عمل facilitating لللاكتوز انه يدخل جوه الخلية هذا كلياته لاكتوز طيب بعد ما اللاكتوز دخل جوه الخلية عن طريق البرمياز رح يواجه جوه البيتا galactosides البيتا galactosides رح يحط من اللاكتوز ويخلي ليه غلوكوز وغلوكوز حسا وانس انه صار عندي هي كافية من اللاكتوز انا رح ارجع الربريسور ويرجع يرتبط وما بدي هاي العملية التم اللي هي عملية تحطيم اللاكتوز نرجع نكمل محاضرتنا اللاك اوبرون فيه برضو مواقع ثانية غير اللي حكينا عنهم اللي هم اللاك زد اللاك واي اللاك ايب في عندي بروموتر بروموتر هي المنطقة اللي بيرتبط فيها الار ان ايب والمرياز زي ما حكينا في الترانسكريبشن عندي الابريتر او سايت البروموتر بي سايت الابريتر او سايت الابريتر هو المكان اللي بيرتبط فيه الربريسور وعندي برضو كمان الكاب سايت كاب هي اختصار لكتاب لايت اكتيفاتر بروتين خلينا نشوفه مع الرسمة طيب عندي اللاك اي جين عندي الكاب سايت عندي الابريتر وعندي هان البي سايت لبروموتر ريجن زي ما انتم شايفين انه هان البروموتر ريجن اذا اجل الار ان اي بوليمرازر ارترط فيها فما بيقدرش ما بيقدر يعمل الترانسكريبشن فلازم يكون الربريسور مشيول طيب لاك اي جين لاك اي قاعدين بنشوف انه عمل ام ار ان اي بعدين عمل الربريسور لاك اي هو الجين المسؤول عن صناعة الربريسور الربريسور هو الترانس اكتنج بروتين اتصنى في مكان اتصنى في لاك اي وتم استخدامه في ال الربريسور اتصنى في الربريسور فلهيك هو الترانس اكتنج بروتين طيب نفترض السيناريو انه انا فيش عندي اه 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 وفي عندي لاكتوز كان المفروض انه لاكتوز ترتبط في الربريسور وتشيل الربريسور وتمشى عملية للترانس طب سألنا حالنا شو اللي بيصير اللي بيصير انه انا في عندي مركب ثاني لازم يكون موجود في حال انا شلت الربريسور شو المركب الثاني هاذ مركب بدو يرتبط في الكاب سايت هذا المركب بس هسه كونوا متطلعين عنه اسمه كاب سي ام ب كومبلكس من وين اجا خلينا نحكي اصلا السي ام ب من وين اجت هاي اختصار لصايكلك ام ب طيب بما انه ام ب فانا بذكر انه عندي ا ت ب او ام ب اللي بدكم ايا في عندي انزيم اسمه ادنيل سايكليز او ادنيلات سايكليز هذا الانزيم بيعمل على تحويل اتي ب لصايكلك ام ب طيب اذا صار عندي بتروح ترتبط في الكاب وانس انه صار عندي هذا المركب بروح بيرتبط في الكاب سايت وبيعمل لي وهذا في غياب الريبريسور الادنيلات سايكليز زي وزي اي انزيم بيخضع الريجوليشن من حسن الحظ انه هذا الانزيم اذا كان عندي غلوكوز فالغلوكوز بيعمل اناكتيفاشن اذا عمل اناكتيفاشن فانا ما راح يكون عندي سايكليك اي انبي ما راح يكون عندي الكمبليكس فما راح يكون عندي الترانس كريبشن لانه ما في عندي اشي مرتبط في الكاب سايت نرجع نرجع لما يكون عندي الو سايت ما فيش فيه ريبريسور والكاب سايت في السايكليك اي انبي وكاب هذا اكتيفيتور والاو ما في ريبريسور شو اللي بصير بصير عندي ترجمة للمواقع اللي حكينا عنهم لاك ز لاك واي لاك اي لاك اي حكينا عنه transacting factor بيصنع الريبريسور والريبريسور بيرتبط في الاو سايت لاك اي خاصية ثانية هو constitutive هو house keeping هو جين دايما بيصنع هو is active unlike inducible لاك ز لاك لاك اي شو يعني انه لاك اي هو دايما بيتصنع سواء في عندي لاك توز ولا ما في عندي لاك توز هو دايما بيتصنع لكن العبرة انه هل الريبريسور مرتبط ولا غير مرتبط هو موجود لا يعني انه عندي لاك توز وانه المواقع قاعدة بتتصنع انه الريبريسور مش موجود لا هو موجود بس انه inactive whose expression is co-ordinately regulated في لاك توز في ريبريسور اه فيش لاك توز في ريبريسور او عفوا مش بهاي الطريقة احنا العامل المتحكم هو وجود الري من عدمه اذا في عندي غلوكوز فالريبريسور بيكون موجود اما اذا ما في عندي غلوكوز فالريبريسور ما بيكون موجود هذا الموضوع حكنا عنه كثير ما رح نعيده لانه هس رح نشوف عنه لكن نكون عارفين انه هذا بوجود الغلوكوز عدم وجود الاكتوز او عدم استخدام الاكتوز عدم وجود الاكتوز مع وجود الغلوكوز بيعمل لهاي الحالة انه الابريتور مربوط في ريبريسور والكاب هي الكاب الكاب بيكون unbound ريبريسور is bound والكاب is unbound طيب النوع من انواع الريبريسور في الريبريسور في ارتباط الريبريسور للأوبريتور هو negative ريبريسور الطريقة اللي بيرتبط فيها الريبريسور للأوبريتور هي helix turn helix نفس الاشي اللي حكينا وهذا شكلها حكينا عنه في بداية المحاضرة نعيد هاي الطريقة اللي حكينا عنها cyclic amb مرتبط للكاب once انه تصنع عندي cyclic amb بيرتبط للكاب ارتباطهم مع بعض بيأدي لي انه الكمبليكس يرتبط للم ريجن ارتباطه في الم ريجن خلص فعل البليمرايزيشن تصنيع RNA وهذا الاشي احنا بنعرفه من قبل الحالة الثانية انه ما يكون عندي glukose ويكون عندي lactose كان عندي لاكتوز فهو رح يرتبط في الريبريسور اذا ارتبط في الريبريسور طبعا خليكم متابعين اذا ارتبط في الريبريسور رح يعمله inactive inactive انشاء هل هذا كافي مش كافي الاشي الاشي الثاني انه عدم وجود transcription to proceed في عنا حالة ثالثة او خلينا نحكي عن الاشياء اللي فشقنا عنها ما في اش فشقنا عنه الا انه لازم تكونوا عارفين انه اللاكتوز بيتحول اللوستريك لي يعني هو بيرتبط للريبريسور اللوستريك اللوستريك في مكان معين الحالة الثالثة انه يكون عندي وجود الكلوكوز ووجود اللاكتوز في هاي الحالة انا رح يكون عندي الابريتور is suppressed يعني مرتبط عليه الريبريسور لانه انا عندي جلوكوز وجود اللي جلوكوز خلص يخلى الريبريسور يظل مرتبط طيب ووجود اللاكتوز بيرتبط في الريبريسور وبيشيله طيب وبعدين يعني هس رح اصنع هاي البروتينات اللي هي لاك 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 تذكر لما حكينا انه وجود اللي جلوكوز رح يمنع الادنيل سايكليز بغض النظر رح يمنعه فما رح يتكون عندي السايكليك اي ام بي ما يتكون السايكليك اي ام بي فهذا الاشي اللي بخليه ما رح يرتبط للكاب ما رح يرتبط الكمبليكس هذا وعندها ما رح يصير في تحفيز فبهاي الحالة نفس اللي احنا تعلمنا انه بحال وجود اللي جلوكوز ما في ترجمة لهذول البروتينات خلينا نشوف فيديو ترجمة في هذا الفيديو قاعد بيستعرض لي المواقع اللي احنا اخذناها لك اي لك ب لك او لك ز لك واي لك اي هذول كليات من المواقع حكينا انه لك توز والمواقع اللي حكينا عنهم هذا هو اوبرون زي ما حكينا انه لك ز بيت تحول بعد ما ينعمل m r n a وبروتين ل beta galactoside اللي بيحول اللاكتوز لغلوكوز و galactose اللاك y بتحول ل per mias اما اللاك a هو بتحول ل galactoside trans acetylis اللاك b يعني هو يعني البروموتر اللي بيرتبط فيها ال polymerase لك o هو ال operator اللي بيكون مرتبط عليه ال repressor واللاك i هو الجين اللي بيخلي لي عندي تصنيع لل repressor طبعا ملاحظين انه احنا حكينا هاي ال operon عبارة عن هاي المواقف واللاك i هو regulator region وهو ينتمي لعائلة trans factor بما انه active فهو رح يرتبط لللاك a رح يمنع هذا اللي حكينا عنه بل مراز انه يرتبط لل promote region ويبلش trans لكن وجود اللاك توز رح يرتبط ل repressor ويشيله فهي هو incompatible مع ال o site فبهيك بيصير عندي ال regulation اللي احنا حكينا عنه التصنيع الر in a وبعد تصنيع الثلاث بروتينات او الثلاث انزيمات اللي حكينا عنهم طيب نرجع regulation ل eukaryotic gene expression حكينا في eukaryotes ما في عندي operons operons بس موجودة في prokaryotic cells طيب هل يعني انه التنسيق هذا الموجود انه في عندي ribressor وكذا مش موجود في eukaryotic cells لا هو موجود يعني هاي coordination في regulation لا موجود في prokaryotes و eukaryotes بس بطريقة مختلفة ففي eukaryotes انا بكون عندي trans acting proteins ترتبط لل sys elements الاشياء اللي عندي اللي بقدر اعملها انا يعني post transcriptional regulation ما باشتغل على transcriptional regulation لانه في عندي مرحلة زيادة عن البروكaryotes اللي هي post transcriptional regulation هاي تتضمن mRNA supplicing حكينا انه ازالة introns supplicing هو ازالة introns واني بخلي اللي هي المواقع الفعالة على mRNA مرحلة 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 حكينا انه بضيف bully g cap and bully t tail هاي كمان من الاشياء اللي تعنا في stability في شغلة ما بعرف اذا انا حكيت عنها في المحاضرات السابقة ولا لا بس حب اكد عليها انه اثناء الترانس كريبشن حسا في البروكاريوت من حيث انه ما عندي غلاف نووي يحيط في الكروموسوم في المادة الوراثية تبعتها فانا عندي بيحصل لترانس كريبشن وانتاج ال mRNA عملية الترانس كريبشن بتصير جوا النواة هذا بشكل عام عملية الترانس كريبشن بتصير جوا النواة في اليوكاريوت عملية الترانس في السيتوسول من حيث انه البكتيريا او البروكاريوت ما عندها غلاف نووي حيث في المادة الوراثية فالmRNA اثناء تصنيعه بدو يصير له تصنيع للبروتين بينما اليوكاريوت عشان عندها شوي التنظيم اعلى عندها غلاف نووي حيث بالماد الوراثية فأثناء تصنيع الرن لا يتم ترجمته لانه الترجمة في السيتوسول والترانس كريبشن جوا النوكليوس فبهيك انا بدو يصير عندي ترانس ترانس يوتيений بعدين الترانز كمراحل منفصلة الترانز هي طبعا بتتأثر في الميكانزم اللي بيصير فيها الترانز والميكانزم اللي بيصير فيها الترانز في اليوكاريوت هي اعقد وفي عندي الترانز ترانز الترانز الترانز طيب عندي اشي بنسميه الالترنتف سبلايسنج هو ازالة الانترونز واني بخلي الا اكزونز حس هاذا الاشي بيدفع بما انه عندي الالترنتف سبلايسنج شو قصدت في الالترنتف سبلايسنج؟ انه الانترونز هان انا لمشلتها هاي هذا سما لي اياه انترون نعتبر انه الاصفر انترون هذول كلياتهم انترونز راحوا اثناء هاي العملية ممكن انه يروح عندي اشياء من الاكزونز هو معتبر طبعا انه الانترونز هي المواقع النهدية والاكزونز هي المواقع الصفراء هاي حسب هذا الديقران طيب الالترنتف سبلايسنج قال لي انه انا في مرة اخذت اكزونز اربعة اكزونز بس في مرة اخذت سكس اكزونز هذا الاشي بيغير البروتين الناتج لما اخذ اربع جينات غير لما اخذ ست جينات فبهيك هاي الالترنتف سبلايسنج بيعمل لي جين ريجوليشن يعني نفس الجين في التايرويد غير عن الهايبوثالمس طبعا هذول غدد يعني مش مطالبين فيهم لكن هي الفكرة تايرويد هي الغدد الزعترية والهايبوثالمس هي تحت المهاد فنفس الجين في مواقع مختلفة كان عنده ريجوليشن مختلف كان عنده البوشت ترانسكتريبشنال موديفكيشنز مختلفة المسنجر RNA editing في عندي في الانتستان انا بستخدم ابو بروتين بي بسميه ابو بي هذا الابو بي هو مكون اساسي للكايلو مايكرونز والVLDL بري لو دنسيتي لايبو بروتين هذول المكونات يعني هي عبارة عن ليبتز ليس هاي الأشياء كلياتها ما بتهمنا كثير طيب الكايلو مايكرونز والVLDL هذول يحتووا على الإيبو بي بروتين إيبو بي في الانتستان انا بحتاج للإيبو بي يعني إيبو بي وبيكون يعني من الـ mRNA editing بيكون هذا اللي في الانتستان 48% من الـ RNA بس في الكدني أو خلينا نحكي في الليفر بيكون عبارة عن إيبو بي 100 اللي في الانتستان فضع للـ mRNA editing فظل عندي 48% منه اللي في الليفر ما صار له editing فظل 100% هذا شكل الكايلو مايكرون مش مطالبين فيه هذا رح تأخذه في بي كم واحد اه في بي كم اثنين عفوا نفس القصة اللي صارت إنه في الانتستان أنا قاعد بكون كايلو مايكرونز وVLDL ايش صار اللي صار الـ mRNA هذا خضع للتعديل لما خضع للتعديل اشي واحد فيه سي اي 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 سيتوسين تحول بشكل أو بآخر ليوراسل كيف تحول بإنزيم عمل يعني الفرق ما بين السيتوسين واليوراسل هو أماينو جروب الأماينو جروب هاي صار لها إزالة فصارت يوراسل UAA ستوب كودون ونفس ما حكينا طبعا UAG و U G A هذول كليات هم ستوب كودونز طيب عودة لما السي اي اي تحول لـ UAA صار عندي ستوب كودون فأنا هيك رح يطلع عندي إبو بروتين ناقص فالإبو بي 48 هذا الموجود في الإنتستان الإبو بي 100 هذا الموجود في الليبر هيباتيك يعني ليبر فهاي هي الفكرة في الـ MRNA Editing نفس الفكرة شايفين إنه السلايدات هاي ما فيها إشي زياري كتير هي بس عبارة عن صور وبرضو هاي الفكرة تبعت الـ MRNA Editing لما أشيل أنا الـ Introns وأخلي الـ Extrons فهاي حسب مكانها أنا رح يصير عندي Alternative Supplicing خلينا نشوف فيديو كمان وهاي المحاضرة مليان فيديوهات طيب هذا الفيديو قاعد بيقولي عن Post Translational Regulation Modifications هاي أنا هسة يعني كنت قاعد بنيت الـ MRNA فصار عندي Alternative Supplicing شلت الـ Introns لما عملت Alternative Supplicing الـ Extrons أنا برتبها بالترتيب اللي أنا بدي إياه مرة أخذ هاي مرة أخذ هاي مرة أخذ هاي يعني هاي التركيبات المختلفة بتعملي Different Proteins فهذولا Different Proteins هذولا Different Proteins يعني نجيين عن نفس الشريط الـ MRNA بس صار عندي Regulation مختلف طبعا Post Transcriptional عفوا والإشي الثاني Post Transcriptional Regulation عندي RNA Editing RNA Editing زي ما حكينا بيكون أثناء خلينا نحكي أثناء الـ Nucleutidات زي ما عملت حولت السايتوسين لا يرسل وحولتها لا Stop Code فبهيك أنا ناتج عندي يعني Edited MRNA استخدمته في إشي ثاني والإشي الثالث Control or Exit from the Nucleus عملت Controlling الـ Exit from the Nucleus هل طلعته ولا ما طلعته هذا طبعا راح يأثر مش كل الـ MRNA بيطلعوا من الـ Nucleus هذا لازم يكون بالصورة فهي المقصود لما قال لي Control of MRNA Leaving من الـ Nucleus صعب محاضرتنا اليوم أنا مش شايف فيها أي صعوبة لكن هي تحتاجوا تكونوا فاهمين إيش أنتو قاعدين تدرسوا سهلي جدا طيب Regulation through the modifications for DNA هذا الـ Regulation أنا قاعد بلعب في الـ DNA اللي قبل يعني في خلينا نحكي Prokaryote أنا لعبت في Transcription والTranslation اليو كاريوت لعبت في Post Transcription والPost Translation وإحنا طبعا نحكينا عنه بس Post Transcription فأنا بقدر برضو ألعب في الـ DNA مش من عنده أنا ببلش طبعا من عنده بقدر أتحكم بأربع شغلات Access of DNA Amount of DNA Arrangement of DNA and Mobile DNA Element نحكي عن كل واحدة Briefly Access to DNA قداش صعوبة خلينا نحكي Transcription قداش أنا بقدر يعني مدى سهولة الوصول هل الـ DNA Tightly Backed ما بقدر أحط عليه الـ Polymerases المختلفة ولا هو والله Loosely Backed بقدر أحط عليه هاي الـ Polymerases المختلفة Amount of DNA Number of copying للجين رح نلاقي إنه مش إحنا حكينا من قبل عن الميثوتروكسات حكينا هو Anticancer Dirac رح ألاقي إنه Cancer Cells أحيانا تقدر الضعف حالها بشكل هائل بحيث إنها تتغلب على الميثوتروكسات اللي أنا حطيته فبهيك الميثوتروكسات ما أتطر فيها فالCopying of DNA amount of copies of DNA هذا بيتحكم في Regulation Arrangement of DNA Arrangement للDNA رح نوخذ عن Antibiotics اللي هي خلينا نحكي Immunoglobulins الأجسام المضادة بيختلف فيها ترتيب الDNA فهي بتقدر تعطي variation واسع في Immunity وعندي Mobile DNA Element ورح نحكي عن Transposons خلينا نبلش Regulation Through the access to the DNA طبعا يعني فيه معلومة هان شوي بتفيدكم وحكينا عنها أصلا بس بدنا نرجع لها إنه الجين إكسبرشن بتأثر بـ DNA Availability Availability لأيش لالترانسكريبشن يعني هي Access to DNA Amount of DNA حكينا عنها Arrangement والأخيرة اللي هي Mobile DNA Elements زي اللي Transposions في عندي بداية ال-access لل-DNA في عندي صغتين لهذا ال-DNA إما يكون U-Chromatein أو يكون على شكل إنه مش U-Chromatein حسا شو U-Chromatein U-Chromatein هو الكروموسوم بشكلها اللي هو loosely packed بشكلها اللي هو loosely packed إذا كان loosely packed فهو رح يكون Transcriptional Active مش متكدس فوق بعضه Less condensed فهذا رح يعطيني إنه ال- Polymerases تقدر تعمل Transcription فهي هتقدر تعمل Proteins أما إذا كان heterochromatein heterochromatein يعني مش مش متاح لهذه العمليات مش متاح للبلmerases المختلفة هو More condensed فهذا هو Inactive فال-Axis لل-DNA إما يكون u-chromatein أو heterochromatein برضو هذا الاشي بيتأثر في histone بروتين تذكروا لما حكينا إنه histones في بعضهم طبعا الهيستون هو كبروتين فهو positive charge في Arginine وLysine أنا إذا عملت لهم acetylation أو phosphorylation بعمل decreasing لل-positive charge شو يعني إيش بستفيد إذا عملت decreasing بصير ال-DNA مش كثير يعني مرتبط في الهيستون فهيك بيكون فهيك أنا بسهل ال-access ل-DNA طيب decreasing their association with negatively charged DNA فبصير أقرب إلى حد ما لل-u-chromatein allowing transcriptional factors access to that DNA وهذا الفرق ما بين u-chromatein وال-hethero-chromatein خلينا نحكي عن الميثي لاشن لأنه ما حكينا عنها الميثي لاشن إنه بضيف الميثي لجروبس الميثي لجروبس بتعمل لي ال-DNA tightly backed هاي حكينا عنها في أول شابتر أو ثاني شابتر يعني خلينا بردو نشوف فيديو هان طيب هذا الفيديو بيحكي عن u-chromatein وال-hethero-chromatein هذا ما داخل النواع حاليا هو u-chromatein شايفين كيف إنه lose-li-backed إذا صار له ترتيب معين هو صار هيتيرو-chromatein صار tightly backed tightly wound فبيصير بسير عملية الترانسكريبشن تبعته أصعب وهيكم قاعدين بتشوفوا هزا ال-hethero-chromatein وال-u-chromatein والفرق بينتهم بهيك نرجع إحنا نكمل أو خلينا نشوف 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 إنه في هذول بوليمرازز قاعدة بتعمل الترانسكريبشن نشوف إذا الجين اثنين وجين ثلاث هما صاروا tightly backed فهذا الفرق بيناتهم إنه لما يكون tightly backed فالترانسكريبشن رح يكون أصعب فهاي الفكرة فيهم نكمل الخمسين سلايد خلصوا بسرعة لأنه المادة سهلة بس هاي زيادة صور regulation through modifications لل-DNA ما يكون عندي methylation والمثاليشن يعني بيعمل لي tightly backed زي ما إحنا شفنا هان hetero chromatin فهذا بيصعب الترانسكريبشن على ال-DNA السايتوسين إذا صارت methylated فهذا بيصعب البوليمرازز إنها تصير إنها تعمل الترانسكريبشن إيش اسم الإنزيم اللي بيحول السايتوسين لا 5 مثل سايتوسين يعني بيحول إيها لمثلات سايتوسين اسمه مثل transferase أخذ مثل من مكان ما والمكان ما هذا اسمه S-A-M سام سامر اللي هو S-Adenosyl Methionine فالإنزيم اسمه مثل transferase نقل ليها من السايتوسين حط ليها على السايتوسين وعمل ليها مثل السايتوسين يعني خلينا نحكي هيك صعب لي عملية transcription amount of DNA amount يعني بقصد فيها عدد النسخ من الDNA كل ما زادت عدد النسخ تعملي زيادة في البروتين طب افرض أنا عندي زي الميثوتروكسات الميثوتروكسات المفروض أنه يحارب لي الخلايا السلطانية لعددها كبير الخلايا السلطانية إذا قدرت تعمل more and more amplification of copies amplification يعني تضخيم تضخيم إذا عملت لي أكثر من نسخة فهذا الإشي بساعد على التغلب على الميثوتروكسات و يعني مش متأكد من صحة المعلومة لكن هذا يؤكد أنه أنا مريض السلطان اللهم عافينا في كل مرة أنا بزيت له الجرعة لأنه الخلايا السلطانية بيصير متعودة على شرعة معينة على جرعة معينة وتشتغل ضمن ردات معين للأمبليفيكيشن للكوبي من الدين طيب برضو عن الماونت أوف دين ايه أنا إيش بحكي إنه الجين أمبليفيكيشن هذا بيصير إن ريسبونس تو ذا كيمو ثيرابيوتيك دراج زي الميثوتروكسات وحكينا عنه هو إيش بيعمل الميثوتروكسات تثبيت للديهايدروفولات ريداكتاز فما بيتحول الديهايدروفولات ريداكتاز الديهايدروفولات عفوا للتتراهايدروفولات فما بيتصنع عندي البيورينز والتايميدينز اللي هم أصنع فبهيك إذا صار الريزيستنس تو ذا دراج ستش أزميثوتروكسات فبصير عندي جين أمبليفيكيشن وهي الألية إحنا حكينا عنها أصلا نفس الفكرة فشايفين إنه كل السلايدس هاي عبارة عن صور طيب الاررينجمنت الاررينجمنت للديان اي هذا يخليلي الانتيباضيز عندي عشرة قوة تسعة لعشرة قوة 11 different immunoglobulins شو الفرق بيناتهم ترتيب الديان اي immunoglobulins IG عندهم two light and two heavy chains هذول two light and two heavy chains في عندهم يعني اختلاف في التركيبات هم عبارة عن يعني regions هاي الريجنز ناتجة عن ترتب ترتب البروتين باررينجمنت معين فالvariable region يعني الvariability ما بينهم هو في سوماتيك ريكمبينيشن في ترتيب هاي الامينو اسيدز هذا هذا شكل immunoglobulins طبعا مش مطلوب وين الهيفت شان ولا وين اللايت شان بس هون مطلوب الفكرة انه هذولا immunoglobulins هم يعني بيحاربوا مسببات الامراض هم اللي لهم ريكوغنشن على مسببات الامراض وانه عندي عشرة قوة تسعة لعشرة قوة 11 فهذا الاشي بسبب ترتيب الامينو اسيدز الناتج اصلا عن اللي هو اختلاف تركيب الدياني الترتيب الدياني اختلاف ترتيب الدياني وهذا برضو في جر بيوضح انه كان عندي دياني معين فاختلاف السوماتيك ريكمبينيشن اثناء الترانسكريبشن عمل لي الديفرانت بروتينز اللي هي الديفرانت هذا مش مطلوب اكيد لكن هو اندل فهو بدل على الديفرسيتي ما بين الديفرسيتي نيجي اخر اشي للموبايل دياني ايليمتز والموبايل دياني ايليمتز احنا بنحكي ما اللي عن الترانسكريبشن الترانسكريبشن هي يعني خلينا نحكي قطع دياني صغيرة هاي بتقدر تتجول في الخلية تتجول في الخلية على طول الجينوم اللي انا عندي اما انها يعني تنتقل بتعمل ترانسكريبشن لالها او بتعمل كوبي لالها هي خلينا نكرر انه انه قطعة من دياني دياني سيجمانت لكنها بتتنقل ما بين القطع المختلفة من دياني عندي نوعين من الموبيليتي او الترانسكريبشن لالها اما تكون دايريكت ولما اقصد في دايريكت يعني هي بتنتقل من مكان لاخر او اندايريكت الاندايريكت انا بسميه يعني انه هي بتضعف نفسها وبتنتقل طيب دايريكت يعني هي انتقلت فاكيد بدها ناقل او خلينا نحكي انزيم ينقلها فاسمه ترانسبوزيز فلترانسبوزيز انزيم بينقل هاي قطعة الدياني بقصها وبينقلها لمكان ثاني او انها بتعمل لنفسها ريبليكيشن فالريبليكيشن لترانسبوزون ريبليكيشن يعني كوبي تنتقل من مكان لآخر طبعا هذا مرتبط في حالات مرضية زي الهيموفيليا المسكولر ديستروفي والانتيبيوتك ريزيستنس نشوف شكلها في عنا هذا المخطط دايريكت هي نن ريبليكيتف يعني انه لترانسبوزون لترانسبوزون بينتقل ككل كوحدة واحدة ما بينعمله خلينا نحكي انه ريبليكيشن ما بينعمله تضاعف لا هو بينتقل كوحدة واحدة من شريط لآخر من مكان لآخر على الجينوم بهذا الشكل الاندايريكت هو ريبليكيتف ترانسبوزيشن قطعة الديان اي تعمل لنفسها ريبليكيشن وبتنتقل لمكان آخر طيب خلينا نشوف هذا آخر فيديو هو اكتر من فيديو نفسه افرجيكم بس يعني عشان ما تطول المحاضرة اكتر طيب احنا قاعدين بنحكي انه هاي ترانسبوز بقدر اعملها يعني انقلها من مكان لآخر وهذا تارغت سيونس في عندي سيكنس معين انا بدي يعني انقله لهذا المكان بدي انقله لترانسبوزون لهذا المكان لترانسبوزيش يعني هذا المكان اللي بيتعرف عليه الانزيم اللي هو لترانسبوزيش ادو ينقل لترانسبوزبل element لمكان ثاني فبينعمل ترانسكريبشن و ترانزليشن ف هاي لترانسبوزيش طيب شو اللي صار عندي يعني مقارنة ما بين الريبليكاتف والنون ريبليكاتف الريبليكاتف حكينا انه هي شو اللي صار يعني صار عندي الشريطين وكل واحد عنده نفس القطعة من الترانسبوز بالألمنت في النون ريبليكاتف بتروح هاي خلينا نحكي الترانسبوزون ككل بيختفي من عند جينوم وبينتقل للجينوم الآخر بيختفي من عند مكان معين على الجين وينتقل للجين الآخر بيغض النظر عن هيربين استراكشور وإلى آخره في شوية تفاصيل ان ذكرت في الفيديو هي مش مطلوبة المطلوب الفكرة العامة بهاك انا صار عندي شريطين من الديان اي واحد عنده القطعة والثاني لا مش زي الريبليكاتف كان عندي انه بيصير فيهم يعني ريبليكاتف وهذا الفرق ما بين ريبليكاتف والنن ريبليكاتف ترانسبوزيشن لهون بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا وبنكون وصلنا مادة المادة سوا ان شاء الله انه تكون يكون الشرح وافي وانه افاد المغزى الذي قصد ما اصبت الا من الله وما اخطأت الا من نفسي ومن الشيطان ادعولي ادعولي جدا جدا ويعني بستنى انه لما ينزل الفورم تابع الفيدباك انكم اتعبوه وبكل الفب الله يوفقكم ويبارك مسعاكم وان شاء الله انه كل يدكم بتفلله شكرا للمشاهدة